هذا وشدد معالي وزير الخارجية على حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى على ضرورة عودة أمن اليمن واستقراره وصد التدخلات الخارجية السافرة في شؤونه الداخلية مؤكدا على موقف مملكة البحرين المبدأي والثابت في دعم اليمن وقيادته الشرعية المتمثلة في فخامة الرئيس عبدربو منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية والمشاركة في التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والتقدم معاليه أشار إلى ضرورة الحل السياسي في اليمن وإلى أن المملكة ستواصل مساهماتها في كل الجهود الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جاء ذلك خلال اجتماع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي الدكتور عبد الملك عبد الجليل المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية ذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري حيث تقدم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة بالتهنئة لمعالي الدكتور عبد الملك المخلافي بمناسبة توليه منصبه الجديد متمنيا له كل التوفيق والنجاح في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن الشقيق من جانبه أعرب معالي الدكتور عبد الملك المخلافي عن تقدير الجمهورية اليمنية البالغ لمشاركة مملكة البحرين الفاعلة وتضحيات أبنائها المقدرة من قبل اليمن حكومة وشعبا لأجل تحقيق الأمن والسلام في كافة أنحاء اليمن متمنيا للمملكة مزيدا من التقدم والازدهار